أنواع المدافئ المستخدمة كثيرة. يجب معرفة كيفية التعامل مع كل مدفأة بحسب نوعها. بشكل عام يتوجب تنظيف المدافئ جيداً قبل استخدامها. كما يفترض بعدم تحريكها بعد تثبيتها إلا للضرورة. إذا قمت بتحريك المدفأة عليك التأكد من سلام التمديدات البواري ومن إغلاق الوصلات بالجبس. إذا كنت تستخدم مدافئ المازوت، تأكد من أن خزان الوقود الخاص بها مغلق بإحكام، ومن أن الوقود لا يتسرب من المدفأة. احرص أيضاً على عدم وضع المازوت بالقرب من المدفأة أو في مكان تصل إليه أشعة الشمس أو أيدي الأطفال. مدافئ الحطب بدورها يجب أن تكون آمنة تماماً، لذلك تأكد من استخدام قطع أصلية فقط لدى تركيبها. في حال كانت المدفأة دون باب، يجب استخدام شاشة شبكة معدنية. في بداية المدخنة من طرف المدفأة هناك عتلة تستخدم لتخفيف سحب أو زيادة سحب الهواء. تستخدم هذه العتلة عبر الفتل أو التدوير فقط، وننصح عموماً بعدم سحبها وبأعادتها لمكانها إذا تم سحبها. في حال حدوث حريق، لا تخف، وحاول المحافظة على هدوءك. فالكثير من الحرائق يمكن إخمادها بسهولة إذا تصرفتها بهدوء وفي الوقت المناسب. تأكد أولاً من أن أي شيء ستقوم به لن يعرضك أو يعرض أفراد عائلتك للخطر. سارع مباشرةً للاتصال بإدارة المخيم، ثم حاول إخراج الأطفال ومساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة على الخروج من الخيمة. وقم بإبعاد أي مواد قابلة للاشتعال عن النار. إذا كان الحريق صغيراً وكان إدفاؤه ممكناً، استخدم الماء أو غطاء الحاف لإخماد الحريق. لا تتأخر في تنبيه جيرانك لوجود الحريق، واطلب مساعدتهم فوراً. وأخيراً بعد إخماد الحريق، تأكد قبل الدخول إلى الخيمة من أن اللهب قد تم إخماده تماماً، ومن أن الدخان قد انقشع. سلامتك بالدنيا. سلامتك بالدنيا. سلامتك بالدنيا. سلامتك بالدنيا. سلامتك بالدنيا. سلامتك بالدنيا. ترجمة نانسي قنقر